وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 تليون جنيه وارتفاع حجم الاستثمارات الكلية لتتجاوز تريليوني جنيه لأول مرة العام 24-25 نحن نحن نحقق أعلى فائض في الموازنة منذ عدة سنوات أعتقد ده أن بيدل أن فيه سياسة ناجحة بتنتهجها الدولة المصرية إلى جانب أن الحقيقة تم توجيه طبقاً للسياسة المالية مبالغ كبيرة جداً لدعم التعليم والصحة وأيضاً لدعم الصادرات والبحث العلمي وأعتقد أن ده يعني بيدل على أن احنا بنسير نحو الطريق الصحيح لما تدعم قطعات خاصة بالتنمية البشرية زي التعليم وزي الصحة فأعتقد أن ده يعني عكس إنعكاس إيجابي على المجتمع المصري في الفترة القادمة الموازنة تشمل على 134 مليار جنيه دعم للسلعة التموينية المختلفة الموازنة تشتمل على 15% زيادة في المعاشات عن الموازنة الحالية لأصحاب المعاشات الموازنة تشتمل على 17.5 مليار جنيه دعم للأنشطة الصناعية والإنتاجية